اشتركوا في القناة ورجونا حماسكن وكل واحد ينزلوا يحط هلأ لايك بنجوف قداش بنوصل هاي الحلقة لايكات يا شباب وزي مجايفين سكني الورع أبراس كمير طبعا يجوب في كتير شغلات مميزة بهذا السلسلة حتكون كتير 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 شغلات مميزة فهلأ شو لازم بهي الحلقة نعمل الشغلات يعني فيه شغلات كتير بدأ أحكي لكم عنها وبننطلع نعملها فطلعوا القروة قداش أعلى مننا طلعوا ايدانا صغيرة القرويين طالعين عمالقة مقارنة مفيني فهلأ شو يا شباب خلينا نطلع وبتعرفوا دايما بحكي لكم شغلة انه دايما بحكي لكم انه قبل ما نطلع من البيت كل واحد ينزلوا يحط لايك فهلأ نفس القصة يعني قبل ما نطلع من البيت كل واحد يحط هلأ لايك زيك انه زيك انه كنوا مشاركين بالسلسلة يا شباب خلينا نطلع والله راسي بقدر يطلع طلعوا راسي قدل باب تماما قدل بلوكة فهلأ يا شباب الواحد شو بحتاج شغلات طبعا مشان يقدر يقوي نفسه فلازم نشو نجيب اول شي ججر مشان ناكل وما نجوع وخلينا ناخد من هدون يا شباب طبعا هاي المنطقة طبع الاسبون هاي رح يكون فيها المنطقة الاسسية طبع الاسبون اوه شو هاد اتشفان بتقتل اي اتشفان بتقتل اوه يا حرام اتشفان بتقتل هلأ اتشبي موجود طلعوا والله موب متسطح على الارض وحركات والله طبعا رح يكون باي السلسلة معانا رح يكون موب الا والله والله رح يكون معانا موب واتشبي والشباب نفسه انتبع مولتيكرافت بس كمان ضفنا موب فرح تطلع سلسلة بإذن الله كتير حلوة كتير متحمس الشغلات اللي حتصير فيها فخلينا لأ شو نجيب كمان بطاطا وبعد ما نجيب بطاطا هلأ صار معانا أكل يعني بكفي خلينا نزرعون يا شباب لأنه هي منطقة السبون رح نعمل فيها كتير شغلات حلوة طبعا فيها أفكار ببالي أنا كتير 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 ممكن تسويها فهي بلشت الأشيب منتات كمان والحركات فالواحد مو حصدنا القرية مشان ما تخرب لازم نخليها صالحة دائما زي ما تركناها خلينا بأي منطقة نروح يا شباب بأي مكان خلينا نروح بها داك الاتجاه هلأ والله طلعوا كيف قرب مني أصلا راسي أكبر منه لها تلوير عزة صغيرة طلعوا باب طلعوا طلعوا راسي أكبر من راسه واو خلينا نروح ع المناطق اللي بدنا نسوي فيها بيتنا ليش كله مركض علي أووو بأيدي جزر وأنا أووو طيب زيك خلينا نكاثرهم مع بعض يا شباب يلا 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 تكاثروا أنا شفتوا نركض وراي متحمسين طلعوا شو الشي اللي بشبه شو واجه الشباح بيني وبيني يا شباب إنه جسعة منه صغيرة وراسنا كبير هاهاهاها هلاء خلينا نحن إجينا منه هناك بخلينا يا شباب طبعا بدنا كل واحد يكون هيك عنده منطقة حلوة وكذا فأنا وين المنطقة اللي بدنا نبنية لازم تكون منطقة كتير حلوة بخلينا ندور هيك عن منطقة تكون بسيطة ولازم كمان نلاقي خرفان بالطريق مشان نقدر نسو والله الذنيا عتما تفاشأ ولا بتهيأ لي والله أوه خروف ملون بتعرفوا شو الخروف الملون يا شباب هات دايما بدول على الحظ فنعنا هلا محصصين هلا والله والله معبو خرفان بتعرفوا رح ازاوجهم خلاص تزاوج انت وانت يلا يلا تزاوجوا انت كمان تعالوا تزاوج مع هذا فهي عم بتزاوجوا وطلعوا في بيض على الارض وحركات ووو خروف صغير لحنا ماشينا عم بتزاوجين يا شباب بغلينا نجمع شو هلا نجمع الخشب بشي طبيعي الواحد يجمع خشب لانه بطلع عم احتاجوا بطلعوا عم بلحقوني عم بلحقوني يا حرام بقدر اطعميهم والله بقدر اطعميهم بس ما بست فيديو شي اه لا عم بخلص الاكل كبعي طب ازا طعميتهم ما بصير شي بس هيك لوحد بيكبس عليهم وبياكلوا والله بياكلوا ادمى ادمى معي بياكلوا مني فغلط خلينا نعطيهم اياهم كلهم خليهم كل اياتهم لعيونهم لانه هلا هن اثبتوا لي انه نحنا عنا حظ في اي سلسلة يا شباب والله الحظ اللي عنا من البداية هيك يعني شو رح يصير من المستقبل رح تطلع لنا كتير شغلات حلوات طلعوا كيف ها فين جمبي وحركات فغلية هلا شو نجمع من هدون يا شباب وبعد ما جمعنا هدون نحط اهاي هون هلا شو بدنا نسوي يا شباب الشغلات الاساسية كتير اللي هي الاكس مشان نقدر شو نجمع الخشبات فخلينا نجمع الخشبات هدون والله الواحد لازم راسه يكون بعيد ولا ليش ما بادر اكسر والله غريب يمكن لازم بس من هون اوه لحظة لحظة هاي رضي يكسر ما بعب شو اللي كان عم بصير لا 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 بعداني بعداني يا خروف الخروف ما بداني يكسر بعد خروف خلينايا يكسر بعد ازنك خروف خروف بعد يا خروف والله يا شباب ما باعد الخروف شو فيه وخلينا نكسر هلا ازيادة فالخروف مصر انه ما بداني يكسر الشجرة يمكن هي الشجرة بحبة كان خلص اصلا غاز انكسرت طلعوا كيفيني اشوفه هو هو مشيول ريشو خلينا شو يا شباب ناخد نقطة الخروف مشان شو نقدر نجمع منهم الخروفان الكبارة من قتلن مشان نقدر نسوي صوف يا شباب ونسوي اول اسرير بالنسبة لنا فتعال يا خروف كمان انت انت تعال 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 لهون خلينا اقتلك اوكي كفو هي صار معانا ثلاثة يا شباب وهلا صار فينا نصنع اتخذ مشان بس تيجي الليل نقدر ننام براحتنا فهي حطينا اتخذ وشوك خلينا نسوي خلينا والله راسنا كبير ما منقدر نمشي براحة نجمع خشب زيادة يا شباب بس شوي زيادة من هي المنطقة بعدين شو نروح ندور على المنطقة اللي بدنا نبني فيها بيتنا الاول والله يا شباب ممكن ممكن نبني بتعرفوا هي المنطقة اصلا حلوة شلوكم نبنيه فيها والله اطلعوا هون مطلعة بحر صغير خلونا نمشي شوي صغير لقدام نشوف اذا فينا ناخد من قدام منطقة احلى بس اذا ما في منطقة احلى نرجع على هذيك المنطقة يا شباب بس لأنا بدي منطقة تكون جدا اسطورية خلينا نشوف وان في مناطق حلوة تكون خلينا نمشي لهن وبعدين نمشي لهن نمشي 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 والله يا شباب غريب لاحصوا اكلة عن بيقلو بزيد بيقلو بزيد بيقلو بزيد والله غريب خلينا ناكل ايزايك وبعد ما ناكل ببطل قال له يزيد وطلعوا هون خب والله معبوا يلمنطقة كله ياته خرفان وردية كلها خرفان وردية خاصة خلينا ندور على المنطقه والله يا شباب فينا نبني بمناطق كتير هاي المناطق الوردية كتير بحبه بس بدي منطقه هيك تكون مميزة وحلوه بإمكانه انه نجمع أغراض عادية وبعدين نبني بيت خفيف وبعدين ندور على المنطق الاساسية اللي بدنا نبني فيه بيتنا الأساسي الكبير وحركات بس هي المنطقه حلوه والله هي المنطقة حلوة هيك جاي على نهر مطيل هناك بتخيل البيت محطوط وبنقدر نشوف فيها هاد المنطقة بس ادي غميء اذا غميء كتير ممتازة لا والله مو غميء لا والله يا شباب اصعب شي الواحد يدور عمنطقة لان الواحد ما بده حيالها منطقة وانما بدك تكون منطقة حلوة كتير اللي بتلاقيها خلينا ناكل من هاد الجزر وبعدين شو نطلع لفوق ونشوف لنا من هون مسلا نوقف بتعرفوا هي المنطقة والله حلوة ريفين هلا والله هلا بالريفين والله يا شوب ريفين ممكن نستغله ونعمل فيه شغلات وحركات كتير حلوة تعرفوا خلص انا قررت يا شواب رح اغد اي المنطقة هون فينا نبني اول بيت لنا بهي المنطقة فالريفين فينا نسوي عنده شغلات حلوة وهي كمان هون فيه شغلات هون اضافية الواحد مكان ياخدها فالمنطقة عم تحكي لها خدني خدني يا اوتاكو فخلص اخدتها يا شباب خلينا ناخد هدون الخشبات ونصنع منهم شغلات نصنع منهم ادوات نصنع فيها بكاكس حجري وبعدين بنجمعهم بسرعة اكبر سنش هاي هون فينا نصنع بكاكس حجري شتنوا خلينا نصنع من هون هاي كرافتينج تابل احلى كرافتينج تابل لا حطليها هون بعدين خلينا اصنع بكاكس صغير وهذا البكاكس بقدر اجمع فيه من هاي المنطقة ريفين والله يا شباب من البداية بس لأ نحنا بس بنجمع هلا ادوات حجرية وبعدين بنرجع للمنطقة وبنبني هيك بيته صغير صغيره كتير خلينا ننزل استنوا منهم بقدر والله بقدر تمام 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 فكرت انه بنزل لتحت هلا وبعلق فس لأ مو مشكلة كبيرة الواحد بقدر يطلعها كيف ولا والله ستون ايش بلشنا اتشيب منتات وعركات فيش كتير 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 شغلات لقدام حتشبوه يا شباب حتتفقها جاءوا مننا انا 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 كتير يا اخي منتحمس له السلسل اكثر ما بتتوقعوا فهي معانا 11 كبل ستونة ونقدر نطلع على حدنا فيها خلوهن نكسر بهذا الشكل بعدين استنوا نكسر هاي البلوكة بعدين نكسر هون مشان تنزل مي ونقدر نطلع فيها طبعا هاي العبنا الريفين مي منتحد بس مو مشكلة هلا خلينا نحط بهاي المنطقة طبعا يا شباب فينا فينا نعمل فين نعمل البيت باكتر من طريقة ولكن بالبداية أوه الدنيا حتصير الليل والله الواحد لازم يجهز حاله هلا مشان ينام احلا نومي بس اول شي شو كنت أصنع ايه كنت أصنع ايه كنت أصنع على الادوات الحجرية يا شباب خلينا ناخد بهذا الشكل ونحط بهذا الشكل اوكي هي صنعنا اول اكس بصير اول اكس بصنعوا من الحجر ياسعوا بهذا السيرفر هي الشغلات كلها راح قرحة نتذكرها و رح تضل الزكرة خلينا نلق شو نكسر بادي السكل من هون و نكسر و نطلع ده التكسير صار زابط مو زي قبل شوية الواحد بكسر بطو 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 لا لا التكسير صار زابط والله لازم نحكي للشباب يناموا خلص هلين نناموا و نحط الشرير هون و النام والله يا شباب تطلعوا الاتشف منتات بعين بين المنطقة هلين نكتب للنامو نامو والله إذا وراش بنوحوش مشكلة لا نامو يا شباب حقيت للشباب يطلعوا من السيرفر والله الدنيا صارت جدتي و مطار و كل شيء حتى أنا طلعت ورجعت فتت بحلق شو صار فينا النام و راعتنا و نمنا و الدنيا السمس طلعت لأول مرة من النام هون يا شباب خلينا نكسر هدون وبعد ما نكسر هدون والله الشكل كل ما عم بصير أحلى طلعوا الشكل عن جد تبع المنطقة بلش يصور حلو و أسطوري خليه نكسر هلق من هون والله و الواحد هو صغير ما بيكون شايف متل عالم طلع قديس حجم يا شباب والله صغير خلينا نكسر من تحت سنو ممكن أعمل شفل هلأ خلينا نحط بعض الشكل وبعدين نعمل شفل مشان شو نكسر كمان حتى الديرت بسرعة أكبر مشان نقدر نحط الأرضية كمان الأرضية ممكن أحطها من خشب يا شباب يعني بيت بسيط هيك و خفيف خلينا نكسر من هون كسر كمان من هون أوكي تمام هاي اللي أصار فينا نكسر عكيف كيف كيف كيفنا أوه هيا شبابي رجع فاد خلاص أصلا لاني مت يعني مو مشكلة خلينا هلأ شبابي بده يرجع يكمل مسيرته الماينكرافتية كمان بس أنا شو بعد ما سويت هدون صار فيني هلأ شو ننام براحتنا بس لحظة ما لازم ننام لأ لازم نبني لازم نبني خلينا ناخد هدون وناخد هدون كمان ونحط الشيست الأول إلنا أو أحكي لكم لازم نصنع والله شيست سنو خلينا نصنع من هدون أوه عم بسمع صوت لافة لا 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 والله سمعت صوت لافة فكرتوا لافة أول شي طلع هذا عم بحترق الورع أي أول وحشة بنقتله كمان هلأ خلينا شو نكمل البناء عكيفنا فخلينا شو اللي نسويه والله نوي أعمل بيت جداً خفيف هيك وبسيط صغير بس بتعرفوا كيف التصميم تبعه والله منحتاج أزاز كمان لهذا البيت بس هذا البيت هو أكتر بيت هنعمل يعني صغير هيك بداي مشان البداية بس بعدين هنعمل البيت الكبير والحركات وكل الشغلات الحلوة بعدين هنعمله بس هلأ خلينا نشيل هدون ونضبطن بالشكل الزابط والله يا شباب هاد البيت حيطلع عن جد من أصغر البيوت اللي بعملها بحياتي الماينكرافتية بس يعني بنحاول نعمل هيك بيت صغير وخفيف فهو ممكن نحط سنو آخر شي بنحط السرير هلأ خلينا نصنع باب وبعد نصعنا عنا بواب هاي البواب هون محطوطة ممكن نكمل ببناءه عكيفنا خلو نشوف والله باب واحد بطلع ممتاز وهون تنتين بتنتين فالوضع لحد هلأ ممتاز خلينا بعدين شو نكمل من هون البناء بعدين نحط من هاد الشكل من ورا ما لازم يكون في شباك يا شباب لايك ما تركب دون شباك ومن هون منرفع كمان تنتين وكيف ممكن نسوي البيت رهيب وحلو والله يا شباب بدي البيت يطلع أسطوري بتعرفوه ممكن أصنع من من هادا شو اسمه ستيرز 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 هلأ منصنع ستيرز يا شباب او بالأحرى الدراج مشان تحلي المنظر تبع البيت فتطلعوا كيف حنا حنا عمله مشان مايرسبن فيه وحوش ولأنه ما عنا هاي الشغلات ما عنا ازاز فشو منقدر نحطهنه بهذا الشكل وما بيرسبن عنه اي وحوش او شغلات ونعطه والله طالع الشكل لحد هلأ رهيب خلينا بس أول شي شو نحط السلابات السلابات بطلع كمان شكلها ظابط فهي صار عنا سلابات وهيك بطل ويقدر يفوت الوحوش عنا أبدا ع المنطقة صارت منطقة فينا نشوف فيها بتعرفوه كمان ممكن ارفعه من جوه والله بطلع الشكل طبعه هلأ منشوف خلينا نصنع كمان سلابات زيادة او لا 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 موسلابات يا شباب بتعرفو ليش لو احط سلابات من جوه البيت من جوه البيت خليه بلوكي كاملة مرفوعة من تحت او لا لا ليش لو ارفع البيت كل Leuten منجل الشباك والله أحسب ما ارفع البيت منجل الشباك شوي صغيرة كمان وهيك بطلع الوضع ممتاز خلونا نجل هي بعدين نشيل لا ما بدأ اطلع والله رابني كمير كتير ما بدأ لفوتو اطلع فيها هههه proposal هلأ إذا هيك نكسر منتحت ونشوف حتى لو راسي كمير في ماينكرافت مو مشكلة يا شباب ولنا نحط منتحت واحدة ومنتحت وعده هون و هلّا صار فينا و اطلع و افوت عكيفي بس مو مشان اطلعوا و الفوت اعملت هيك مشان شو مشان نقدر نشوف على كيف كيفنا من هون بس خلينا اول شي شو اذا حطيت من هون والله يا شباب لحظة لحظة لا 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 هون بقدر يفوت الوحوش هون الورع الصغير زومبي الورع بقدر يفوت إذا سكرت من هون ببطل يقدر يفوت صح؟ بزور في مسافة بلوكة واحدة خلينا نعمل كمان واحدة من هون فهلّا صار فينا نشوف و اطل فيه يفوت الورع الصغير عكيفه فخلينا هلّا الوضع صار تمام بتعرفوا كيف ممكن يصير احلى؟ اذا حطيت من هون ستيريا شباب خلينا نحط ستيريا من هون و نفس الشي من هون من الجنب التاني هيك ببطل الزومبيات الصغيرة تفوت و نحنا بنقدر نشوف عكيفنا وشكل مميز يعني ما شايف مثله ماين كرافت من قبل فخلينا نلاق شو نبدل الارضية كمان بلنا نحول الارضية لبلوكات مميز هلّا منشوف شو ممكن نحط على الارضية يا شباب فينا نحطها يلا نوع من البلوكات بالارضية بس الفكرة اللي ببالي يا شباب انه شو نجيب هادا الخشب اللي ممحلل و نشوف كيف طلع شكله خلينا نجرب لا لا يا أخي والله نشكلنا صغير واحد بالبدال بكون صعب يتحكم فيها بس يلا منتعود نتعود عليه يا شباب انه ينكسر بهذا الشكل و نشوف هيصار معنا قديش والله اربع ما بكفوا لا لازم نكسر هاي الشجرة كمان هاي أخرت تاني يا شباب هاي واللي جنبها ووقتها بصير فينا نكسرا على كيف. كيف نال الشجرات الثانية أو بصير فينا نبدل الارضية وبعدها MPG Pois. heeft. ا consumes منا بحاجة للشرات لهيك منا نكسر كتير شجرات خلينا نشي لهاي كمان والشجرة الآخر هنا وهيك... مناقين خلصنا تجميع الأرضية ونحط الارضية طبع البيت على كيف؟ خلينا نحط الأرضية طبع البيت بهاد الشكل واله الأرضية ت Bulgarmic والله طالع شكله حلو لاحظته يعني شكله مميز طالع غير الاشكال الارضيات التانية بالعادل الارضية بتكون شو نوعيه رخيصة بس لا احنا بدلنا يا شباب حطينا الارضيه نوعيه غاليه و البلوكهات التانية رخيصة بخلينا نحط هون الكرافيينغ تابل وهون منحط الفرن يا شباب خلييوهنشيل هاي ونحط الفرن الاول تبعنا وين 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 اوه لا امامه عايزاتيه خلاص هي بعدها معناتهم منحطوه بعدين يا شباب بس هي المكان تبعه وعرفنا وهون شو؟ بدنا نسوي الشباك الثاني خلينا.. ولا شو ريكم ما نسوي هون شباك نسوي الشغلة الثانية؟ والله لا.. والله محتار يا شباك بتعرفوا؟ لا والله خلينا نسوي شباك مشان تطلع نفس الشكل من هناك وما يطلع فيه تغيير لأنه نحن حكينا شو؟ من الأطراف نفس الشكل وبعدين من الجوانب أشكال ثانية فخلينا نحط بهذا الشكل وهون واحد بهذا الشكل والله كيف بنحط الشكل؟ هم.. هلأ بدنا نسينا أسلابات معانا أسلابات.. حلو 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 بنقدر نحط أسلابات من تحت وهيك بكون.. غلصنا من فوق كمان استانوا هون حطت شو؟ لحظة لحظة بتعرفوا؟ فين نحط بلوكات كاملة من فوق وبعدين من تحت بلوكات سلابز بخلننا نحط من هون يا شباب هي بلوكة و هي بلوكة بعدين شو؟ هون ستير وهون ستير وهيك ما نكون خلصنا ال.. الشبابيك خلالنا نحط من هون وهون هلأ ما لا 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 أوتاكو موايك موايك يا أوتاكو هيك سنو الله علينا هلأ زبطنا المنطقة اللي ما بقدر يفوت فيها ورعين صغار أو أي شيء فكمان مشان نتأكد انه ما بقدر يفوت فيها أي شيء تاني ممكن نحط هون يا شباب حبة وهون كمان حبة وهيك مستحيل يفوت أي شيء لأن نصنع كمان سلبات زيادة أخير دفعة هاي الدفعة الأخيرة منحطها بهذا الشكل وهيك بكون صار عنا الشبابيك الصغيرة وبعدين هون ما هحط شبابيك وهنا هتركها يا شباب بلوكات عادية استنوا فينا نحط كمان بلوكات مميزة بهي المنطقة أي بلوكات ممكن نحط أين البلوكات المميزة وهي هي هي مناخدها ومنحللها أو بدون منحللها هلأ يا شباب والله أفكار عم تغطر ببالنا البيت الأول لازم حتى لو بيت صغير لازم الواحد يتفنن فيه لأنه هاي الذكريات كل هذه رح نشوفها بعدين وهنشوف البيوت تبعنا فشو لازم لواحد يكون مضبط الشكل تبعه خلينا نحط بهذا الشكل بتعرفوا ححلي لون وبعد ما أحلي لون نحط طبقة هيك وطبقة هيك طبقة هيك وطبقة هيك وبطلع معانا البيت بشكل كامل اشتنوا هي طبقة جايفين حطينا طبقة بالنص أعطت شكل مميز وهلأ شو بدنا نرفع من هون نرفعها ومن هون ممكن أترك هي شباب شو سلاب من فوق فاضي فغلين نعبي سلاب هون وهون نفس الشي كمان نحط شلاب من فوق وبعدين منسكر وهي صار عنا بيت خشبي صغير ما إلو سقف حنسوي إلو سقف بس واو شركم من سوي إلو سقف والله بتطلع ما بعض خلونا نشوفه خلونا نشوفه خلونا نشوفه إذا حلو منتركه مو حلو والله يا جواب لا ما في بيت ما إلو سقف لازم يكون في إلو سقف إذا ما كان إلو سقف بطل يعني بيت بصير منطقة ولكن مو بيت بس نحنا بشو بدنا يكون إلو سقف فشو هنسوي هاخدلي بلوكات شركم نحط ديرت نزرب لا 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 نحنا مونه بعد ما منه بنشوف ديرت بنبني شغلات تانية هلو نشوف شو في عنا بلوكات تانية ممكن نحط هذا يا شباب كحيط وبعدين بالمستقبل ممكن نسوي شو نسوي الحيط بارتفع أو لا هلأ ممكن أسوي يا شباب صنو حيط خفيف صغير وبرتفع فكرته حلوة والله لا ما بتحتاج كل هالتعقيد أنا نحط من نفس الشي من هون وبعدين من هون وبعدين شوف ترتفع بالنص استنوا خلي نرفعه هاد الشكل وشو بعدين ما نحط بالأطراف نحط على الأطراف أنواع من السلبات والله على الأد كفوا على الأد 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 تكفوا هلين نشوف هدون السلبات ممكن نحطن ممكن نحط سلبات على الأطراف يا شباب تبينه ماسك البيت فهيك الشكل صار أزبط والله يا شباب طالع لحد هلأ والله انا عاجبني صراحة كتير حلو راسنا بيفوت اصلا والله اقدر يفوت اقدر يفوت راسنا والله نايز استنوا بقدر افوت من هون سنوا اجرب افوت راسي من هون يا شباب نجرب افوت راسنا من هون منقدر لا والله راسنا كتير كبير ما بيفوت بها السهولة فبتصور انه هلا كملنا البيت من جوه بس ضللنا انه شو نضويه ونعمله شغلة حلوة كمان اللي هي شو اللي اكيد بنحتاجها اللي هي كتير 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 مهمة بدون البيت ما بيكون بيت يعني اللي هي الشست يا شباب ونحط للسرير وهيك منكون خلصنا البيت طبعن بس خلينا نشوف كيف har it啜 لعيت الشكل بالنهاية والله يا شباب انه كتير منaime policymakers نشوف الشكل النهاي خلينا نطلع ونفوت لهون ونحول لهدون بعدين نصنع الشستات طبعنا شستين بدنا مو شست واحد هذه شستين وبنحطوا من تحت هدون السلبات وبنحط الإسلبات بالشكل بحتاني و اللا، بحط واحدة هون واحدة هون بعدين واحدة هون وبعدين هاي ما بنقدر نفتح ونفس الشيء وعدة هون والاً صار فينا نفتح هدون واخيراً، صار فينا نفتحها عكيفنا وفينا نفتح فتحهون بالسقف مشان نضوي الليلة الأولى لا لا بطل شكل صحبت لازم نتركها استنوا خلينا نحط من هاي البلوكة مشان يطلع بالنص صغير ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو فنحط لسرير تبعنا نحطه بالنص هيك يا شباب بس انه سرير اوه هي طنعط وهي صار فينا النام بس لا لا الشباب موجودين لهيك حنسكر عحالنا الباب ونحن محميين هلا من لحوش ومن كل شي سيه فشو ممكن نحط جنب البيت ممكن نحط طاولات يا شباب فغلينا نحط الطاولات والله اذا بتحمس مع البناء والله يا شباب دنيا ليل خلينا احكي للشباب يناموا نعموا يا شباب في حد اصلا استنيوا خلينا نجرب النام نعم نعم اجبي نعم يا ميدو والله يا شباب ميدو بليك لنباح نقدر نعم لك خلينا بسرعة 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 يلا مغامرة يا شباب اذا اجانا وحش هلا اصلا بنكون جربنا قوة قوة الحماية تبع البيت خلينا فوت عليه بسرعة بس دم محتاجن مشان شو اسويه هلا بتعرف شو بدأسوي يا شباب بدأفوت اووووه هي الوحش الاول بله شو العوش خلينا فوت والله يا شباب لازم لوحد يأكل طلعوا! في جلتش بس ناكل او ما ناكل عم بجيد والله غريب طلعوا هاي خلينا ناكل والله ما عم بفلل هاي اتفلل فلل فلل تمام خلينا شو نسوي هلئئ يا شباب شو بدأ يسوي ايه زكرت زكرت شو بدأ يسوي بننسوي يا شباب الفنسات بخلينا نحط بعض الشكل بدنا هدون بعدين منحط بعض الشكل من الأطراف ومنحط بالنص هيك لا لا.. الجلب الثاني والله دايما بخرب تبناتون يمكن الكل بخربت خلينا ناخط بعض الشكل هيصار عنا أحلافين سين منحط واحد هون واحد هون وبعدين والله لا لا بتعرف والله محتار يا شباب حكولي شو ممكن نحط هون ممكن نخليه هيك شكل انه ماسكيتو لاتخط يا شباب ممكن نحط واحد تاني هون واحد تاني هون هيك مشان الواحد ما يقدر يقع هوكم fourteen خَلَصْنا البيت الاول تمعنا بالسلسل يا شباب زي من يشايفين هذا ازغر و احلى البيت مصنع 하지만سرع وقت يلا ان هذا بيت ي washed فجدا جدا حلو البيوت المؤقتة لم يكن شي سعيدة لكن هناك عن جgesetztroph و شكله طالع انا مب cliff و انا مبزوط فيها ، و شكل يكتبي له تقييمه و اذا لديكم권 اى اقتراح يضروري تكتبي له اوكي يشبة ام ن��録و اح Sang L'Hallant اذا ف realmente لكم بتشLo单 ونقوصا لنهاية الحلقة إذا عدفتكم الحلقة نتسلوا اللايك واشتركوا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين ويلا ومطوع عليكم سلام عليكم سلاما